السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من الشهر الثالث من عام أربعة وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية سائلين الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ولساناً ذاكراً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وافتح لنا من معرفة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما يكون نوراً لنا وروحاً لنا وبركة لنا في حياتنا وعلى ذرياتنا وأولادنا وأسرنا والمسلمين أجمعي نظر الله وجوهاً تحرص على إحياء حلق الذكر في شرف الزمان والمكان والمناسبة والرسالة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده إنه جواد كريم نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فإن الآيات تدل على العقول على العلم بالمطالب الإلهية والذين أحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم والذين أحيي الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية وأقرضوا الله قرضاً حسناً بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مُدَّخراً لهم عند ربهم يُضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم أجر كريم وهو ما أعدَّه الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس والذين آمنوا بالله ورسله والإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه الكتاب والسنة هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصدقون أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما ورد في الحديث الصحيح إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعمل النافع واليقين الصادق والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبدلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده فهؤلاء مآلهم الجنة وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل هذه الآيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من سورة الحديد آيات عظيمة ونحن في دراسة تفسير كلام الله عز وجل إذا مرت علينا آية فإن المنهجية الصحيحة في دراسة التفسير تقتضي الإحاطة بعشرة عناصر حتى تخرج بفهم ثاقب للآية فمثلا أول ما يتعلق بالتفسير فضل الآيات أو فضل السور وهذه لا بد فيها من العناية بالأحاديث الصحيحة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا المناسبات مناسبة السورة للسورة التي قبلها مناسبة الآية للسورة التي قبلها وهذا علم بحد ذاته أُلِّف فيه مؤلفات وهو علم المناسبات الربط الصلة بين الآيات لأنها في موضوع واحد أو في موضوعات شتى فيتبين للإنسان المناسبة الثالث المفردات والألفاظ ومن ألف فيها الراغب الأصفاني رحمه الله في كتابه المفردات الرابع سبب النزول سبب النزول هذا موضوع مهم في علم التفسير يجعل القارئ والمتابع وطالب العلم يلم بسبب نزول هذه الآية ولا تخفى عليه القاعدة العامة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص والسبب خامسا أوجه القراءات أوجه القراءات التي أوردها علماء القراءات ومنهم مثلا ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر أو غيرهم من أهل العلم الذين ألفوا في القراءات سادسا أوجه اللغة أوجه اللغوية مثل إن المصدقين والمصدقات يجيزين القراءات فيها وأوجه أيضا اللغة أو الإملاء مما يحتاجه طالب العلم سابعا الأحكام الأحكام الشرعية قد تكون في آيات فقهية أصولية مقاصدية يتطرق إليها طالب علم التفسير ثامنا الشرح الإجمالي لهذه الآيات وممن عني بهذا الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي وهكذا في كتب كثيرة بقينا في عاشرا ولا تاسعا تاسعا ما يتعلق حفظكم الله بهدايات الآيات وحكمها وأحكامها وما يستفاد منها أيًا كانت لأن هذا الربط مهم جدا في حياة الإنسان العملية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذا الذي يهم الذي يقرأ القرآن ويعرف تفسيره ليعمل به عاشرا وآخرا ما يتعلق بالمصادر والمراجع التي عنيت بشرح هذه الآيات وبيان أوجه الإفادة منها هذه عشرة لابد أن يعرفها طالب العلم طالب علم التفسير وهو يقرأ التفسير والذي يتأمل في كتب المفسرين رحمهم الله يجد أن كل منهم نحى منحة فمثلا هذا نحى العناية باللغة كأبي السعود مثلا وهذا نحى منحة الأحكام الفقهية كالقرطبي رحمه الله وهكذا في أوجه متعددة في مجالات عناية المفسرين رحمهم الله والبناء التكاملي في طلب علم التفسير يكون بالإلمام بهذه الأمور العشرة نسأل الله يفتح علينا وعليكم في فهم كتابه ما يبلغنا للعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا نتحدث عن شيء من ما ذكرنا من العناصر المناسبة مثلا في قوله تعالى في السابقة الآية السادسة عشرة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها لما دعاهم في الآية السابقة إلى أن تلين قلوبهم وتخشع لما أنزله الله عز وجل قرر في هذه الآية وحدانيته سبحانه واستحقاقه للعبودية والألوهية بهذا المثل وهو إحياء الأرض بعد موتها فالذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب بعد غفلتها وشرودها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون هنا أيضا إرشاد لأهل العقول أن يسخروا عقولهم فيما يرضي خالقهم عنهم والعقول إن لم تهدي للإيمان ولم تهدي للطريق الصحيح فأين فائدتها ولهذا نعى الله على الكفار في قوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها فإذن العقل هو المناط في أن يسخر في فهم ما وجدنا له في هذه الحياة فيدعونا إلى الإيمان بالله عز وجل أيضا حفظكم الله أوجه التفسير وما يتعلق بالتفسير والمفردات والألفاظ هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى اعلموا ضرب الله المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن في القلوب الخطاب في اعلموا لمن الخطاب لمن للعموم لكل من يسمع القرآن ولكل من يتنزل عليه القرآن ويسمعه إبان نزول من المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم ويجوز أن يكون الخطاب للناس كلهم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم حتى يدعو المؤمن إلى تثبيت إيمانه وتقويته ويدعو غير المسلم إلى الإيمان بالله فالكافر في كفره والعياذ بالله قد ظل ظلالا بعيدا بحيث لم يعلم ولو علم ما علم من أمور الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وصل الناس اليوم إلى أوج الحضارة المادية لكن أين الإيمان أين تسخيرها في خدمة الإيمان والمؤمنين بل والإنسانية والبشرية جميعا اعلموا أيها المؤمنون أو اعلموا أيها المخاطبون أي كان أن الله وحده التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يحيي الأرض بعد موتها هل أحد يستطيع أن يحيي الأرض بعد موتها مهما استطاع الناس من الوسائل والآليات فإحياؤها من عند الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وكما يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب بعد موتها أو قسوتها أو غفلتها بالخشوع الناشئ عن الإقبال على القرآن والذكر والعبادة وبعد أن كانت قاسية بالمعاصي والغفلة والبعد عن الله عز وجل كما يحيي الله سبحانه الأرض بالغيث بعد يبسه فهنا غيثان غيث حسي وهو غيث المطر الأرض بالمطر والغيث المعنوي وهو المهم إغاثة القلوب والعقول بالذكر بالقرآن بالإيمان والإقبال على الله عز وجل والله مهما بلغ الإنسان من التقدم المادي وليس عنده إيمان فيظل في وحش ويظل في قسوة ويظل كما تظل الأرض اليابسة يحتاج إلى مطر الذكر والقرآن والعبادة وتلاوة كتاب الله عز وجل هذا المثل تقريبي 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 الأفهام والعقول إلى معرفة مراد الله عز وجل وفيه أيضا دلالة على أهمية العلم اعلموا وأن الأهمية في العلم تكمن في العلم الذي يقود إلى الله ولا خير في علم لا يقود إلى معرفة الله وتوحيده وعبادة الله كما أمر سبحانه وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا ربط بأهمية حياة القلوب وأهمية الربط بين الأمور الحسية والمعنوية هذا مهم جدا لأولي الألباب والعقول ولهذا ناسب أن يقول بعدها قد بينا لكم الآيات أوضحناها لا تقوم عليكم حجة لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قد بينا وأوضحنا في الدلائل الشرعية في القرآن والدلائل الكونية كما في المطر والله لو تأمل المسلم والمؤمن في هذه الآية في إحياء الله الأرض بعد موتها في الربيع من الجذب والقحت إلى الإمراء والربيع والخضرة والنظارة لكان في هذا دليل على الوحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة دون سوى ولو اجتمع من بأقطارها على إحياء أرض لم يرد الله إحياءها لم استطع وهنا القلوب القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن مقلبها كيف يشاء فالله قد أعذر وأنذر ونبيه صلى الله عليه وسلم قد بشر وأنذر فليس هناك حجة لأي مقصر لا يؤمن ولا يوحد الله عز وجل ولا تقوده الآيات الشرعية والكونية على الاعتبار والاستيقاظ من الغفلة التي أورثتها اليوم أمور الحياة ومشاغلها ومادياتها قد بينا أوضحنا لكم الآيات لكم أيها المؤمنون أو أيها المخاطبون الآيات يمع آية والمراد بها الدلالات الظاهرة على عظيم قدرة الله وإبهارها في هذا الكون وفي هذا الشرع وبليغ الحكمة من هذه الآيات العظيمة شرعية كانت أو كونية حسية كانت أو معنوية لعلكم وإذا جت لعلكم معناها الحكمة معناها التعليل معناها المقصد وهذا القرآن له مقاصد والآيات لها مقاصد وحكم وأسرار لعلكم تعقلون مثل ما جاء في الصيام لعلكم تتقون وهكذا في الصلاة والحج والزكاة كلها تنم عن مقاصد شرعية لا ينبغي أن تغيب عن المكلف قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لكي تعقلوا ما فيها وما يعقلها إلا العالمون وتعملوا بموجبها فتفوز بسعادة الدارين والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي النفوس الحيارة بعد ضلالها ويفرج الكروب بعد شدتها ببراهين القرآن ودلائله ومواعظه وإرشاداته ونصائحه التي تلين الصخر الأصم وتحيي الأرض الموات كما تحيي الأرض الهامدة المجدبة بالغيث الواب للهتان وقد ضرب الأمثال لنا في هذا المثل العظيم في إحياء الأرض بعد موتها وهو دلال إلى إحياء القلوب لعلنا نعقل لعلكم تعقلون وترى كثير من الناس وعنده وفره من العقل لكنه غير عقل بمعنى أنه لا يعقل ما يعينه ويدله ويوضح له الطريق المستقيم لو وصل الناس في عقولهم إلى اختراع الذرة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل اليوم لكنهم لا يعقلون ما يرشدهم إلى الإيمان بالله عز وجل فتكون حياتهم نقمة عليهم بل وعلى البشرية أحيانا إذن الحياة لا تكون إلا بالإيمان إلا بالإنسانية بالكرامة الإنسانية وكرامة الإنسان أن يدخل في الإيمان وأن يتبع هذا القرآن ويستنى بسنة النبي المصطفى من ولد عدنان عليه الصلاة والسلام فسبحان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء على وفرة عقول بعض الناس لكنه لم يهدى وقد يكون العام الرجل الذي في البادية ليس عنده من العقل ما يدله قد يكون أقوى إيمانا من ذوي العقول الكبيرة التي لم تدلهم عقولهم التي لم تدلهم عقولهم على الإيمان بالله عز وجل وهذا فيه أهمية إعمال العقل وأن يقف الإنسان دائما مع نفسه وعقله ليفكر ويتأمل وينظر إلى متى الركوض واللهث في هذه الدنيا والإنسان لم يرشده عقله إلى سلوك الطريق المستقيم وأيضا سبحان المظل والهادي أظل من شاء بعد هدايته أو لم يكتب له الهداية مع أن الدلائل قائمة عليه وهو الفعال لما يشاء الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف الكبير المتعال القراءات في انتهينا من آية لعلكم تعقلوا يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلوا أذكر لنا شيئا من هداية هذه الآية أولا إثبات العلم لله للعلم لله عز وجل لكن أيضا الدعوة إلى العلم والدعوة إلى العلم الهادي إلى طريق الرشاد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها هداية الثانية تمهيد التنبيه نعم ممتاز هذا فيه دلالة التنبيه والتأكيد على المكلفين لأنهم قد يعلمون لكنهم لا يعلمون ما يستحق أن يعلم مما يعينهم من أمر الدنيا والآخرة ثالثا إثبات التوحيد من الذي يحيي الأرض بعد موتها الله وهذا دلال على أهمية التوحيد الله في ربوبيته فلا خالق إلاه ولا رازق إلاه ولا محي ولا مميت إلاه وإضا في ألوهيته فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالي وكذلك في أسمائه وصفات أن الله يحيي الأرض بعد موتها وهنا يجي الربط بين أحياء الأرض بعد موتها وأحياء القلوب بالشرع والهدي القرآني قد بينا أن الله عز وجل قد أوضح الآيات والدلالات لا عذر لأحد فإنسان يعاتب نفسه ويشعر بتقصيره ويجب أن يلوم نفسه وهو يرى أن الشرع قد استبهان ووضح والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لعلكم العناية بالتعليل بالمقاصد للآيات والسور ويتنبه دائما الذي يقرأ القرآن لمقاصد القرآن الكريم وحكمه وأسراره تعقلون أهمية العقل والدعوة إلى إعماله وأن الإنسان قد يكون غير عاقل وإن توفر فيه عقله إذا كان عقله لم يرشده إلى الطريق الصحيح إن المصدقين إن المصدقين إن المصدقين أيضا وش الربط بين المصدقين ونحن نتكلم الآن على آية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما وازن بين المؤمنين والمنافقين فيما مضى من الآيات وأبان ما يكون بينهما ذكر هذا التفاوت بين حال المؤمنين وحال الكافرين المصدقين والمصدقات الذين أقرضوا الله قرضا حسنا والذين آمنوا بالله ورسله والصديقون والشهداء لهم أجرهم عند ربهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لما بين فيما سبق الموازنة بينهم ذكر هنا أيضا نوعا من الفوارق والتفاوت بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق ليشحذ الهمم والعزائم أن نتحلى بحلية الإيمان وأن نتخلى عن حلية أهل الكفر والنفاق بالصفات المؤمن يصدق إن المصدقين والمصدقات المؤمن أولا عنده إيمان يقوده إلى معرفة الله وتوحيده بينما غيره ليس كذلك فهنا الأعمال تدل على الإيمان المؤمن قوي الإيمان لا يتردد في أن يعمل البر والخير والإحسان إلى الخلق والصدقة على المحتاجين وإقراض الله قرضا حسنا في الأعمال الخيرية والتطوعية والاجتماعية والإنسانية والقيمية فإذا هذا معنى أو مناسبة الآية لما قبلها المصدقين ليلاحظ دائما أنه إذا زاد المبنى زاد المعنى في المصدقين غير المصدقين وغير المتصدقين فيه معنى التأكيد على أن الصدقة عندهم بلغت مبلغا عظيما إن المصدقين هذه قراءة الجمهور بتشديد الصاد في الموضعين المصدقين والمصدقات من الصدقة وأصلها المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصاد وجاء بالتشديد دلالة على التأكيد القراءة الثانية قرأ أبي بن كعم إن المتصدقين والمتصدقات بالتاء وليست بالتشديد وهذا هو الأصل والمعنى على هاتين القراءتين إن الذين آمنوا شوف الخطاب هنا في الصدقة دليل على فضلها عززت مكانة المرأة المتصدقة إن المصدقين علما أنه يدخل فيها المتصدقات مثل يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها المؤمنون والمؤمنات لكن شف في حال الصدقة ونفع الناس والإحسان إليهم جاء حتى المرأة أن تتصدق والمرأة أيضا في الصدقة لها إسهام كبير ولها أحيانا من خصائصها في الحلي وفي الزينة وفي ما تستطيعه من صدقة قد تكون توازي الرجل في هذا المجال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال ذهب إلى النساء ووعظهن في الصدقة وقال تصدقن أيها النساء ولو من حليكن فتجد المرأة تنزع قرطها وتنزع زينتها لتتصدق بها في سبيل الله فالمرأة في مجال النفع العام وفي مجال خدمة الإسلام وخدمة الأوطان والبلاد والعباد والإسهامات الخيرية لا تقل شأوا عن الرجل فالمراد هنا التأكيد على الرجال والنساء أن يتصدقوا الصدقات الواجبة والصدقات المستحبة القراءة الثالثة قرأ بها ابن كثير وأبو بكر وأبان وأبو عمر من رواية هارون بتخفيف الصاد إن المصدقين والمصدقات أو بتخفيف الصاد وتشديد الدالي من التصديق وليس من الصدقة من الصدق والتصديق وليس من الصدقة والمراد بهم الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم وقدوتهم الصديق رضي الله عنه أبو بكر والذي جاء بالصدق وصدق به فأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق وهو أيضا رأس وقمة الصديقين رضي الله عنه وأرضاه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه سبحانه واللاتي صدقنه إن المصدقين والمصدقات كأمهات المؤمنين كخديجة وعائشة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات الجليلات رضي الله عنه وأرضاهن جميعا إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات هذا فيه عموم عموم الصدقة والقرض أليس من الصدقة بلى فلماذا خصه الله عز وجل بقوله إن المصدقين والمصدقة وأقرضوا الله قررا حسن إما من باب التأكيد أو من باب الترادف في المعنى أم أن الصدقة عامة والإقراض خاص الإقراض الحسن وقد تكون الصدقة ليست حسن كيف يتصدق فيمن ويؤذي ويرائي ولكنهم متصدق بينما إقراض الله لا يكون إلا قرضا حسنا لعل هذا وضح يعني أن الصدقة قد يدخلها غير الحسن لكن القرض وهو لله لا يكون إلا حسنا والتأكيد على حسنه لأن النفوس أيضا قد تقصد إساءته لكن هنا التأكيد على حسن الصدقة وحسن القرض وأنه يكون خالصا لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة ولا شهرة ولا منة ولا أذاء الإقراض الحسن تصدق من الطيب بينما الصدقة قد تكون من الطيب وغير الطيب ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون بينما القرض الحسن يكون من الطيب سواء طيب النفس أو طيب القرض وخلوص النية على المستحق للصدقة والمعنى على القراءات كلها أن الناس الذين تصدق والنساء التي تصدقنا والصدقة لا تنم إلا عن صدق في اتباع القرآن والسنة سواء أكانت الصدقة حسنة أم غير حسنة سواء كانت قرضا حسنا بصدق بقرض خاص لله عز وجل في مجال من المجالات إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ما جاء القرض في القرآن إلا حسن أبدا وهذا يدل على الحسن وأهميته في أعمال لا كافة وعند الصدقة خاصة والقرض نعم والذين أقرضوا الله قرضا حسنا واللات أيضا أقرضنا الله قرضا حسنا إذا فصلنا في المعنى يندفع ما يتوهم من التكرار الذي لا فائدة من وليس في القرآن شيء يخلو من فائدة أبدا وليس في القرآن ما يعرف بأنه زائد نعم قد يأتي زائد مثل لا أقسم بهذا البلد لكنه لا يعبر عنه أنه زائد تأدبا مع القرآن لأنه ليش شيء في الزيادة إلا وله فائدة فتقول مؤكدة أو جاءت للتأكيد فهنا لا يقال أو لا يقال خلاص تكفي إن المصدقين والمصدقات ما حاجة لتكرار وأقرض الله قرضا حسنا فنقول إما أن التكرار للتأكيد أو أن التكرار لمعنى خاص يخص القرر يخرجه من عموم الصدقة والإشارة إلى أنه لابد من الحسن فيه والإحسان فيه الحسن فيه لله والإحسان فيه إلى الخلق فيه 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 إطلاق وتقييد عموم وخصوص فالإقراض مطلق والصدقة مطلقة وأما القرض الحسن فهو مقيد بالقرض وهو نوع من الصدقة القرض نوع من الصدقة ويعني حتى إقراض الخلق حينما يطلبك إنسانا تقرضه تعطيه مالا في دين عليه أو سلفة فإنك في هذا تكسب الأجر وتقرض الله قبل أن تقرض عبده لتحتسب الأجر عند الله وقد جاء في الأثر إقراض مرتين عن صدقة مرة ومع هذا سيعود إليك القرض فلا يفوت أجرك عند أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وفي هذا الحفظ على الصدقة والإحسان وحن عندنا الحمد لله منصة إحسان وعندنا الأعمال الخيرية والتطوعية لكنها لا بد أن تنضبط والصدقة أمرها عظيم صنائع المعروف تقي مصارع السوء ما كانت الزكاة لتنقص المال ولا الصدقة ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده الله أكبر إن الله لا يربي الصدقة لعبده أو لأحدكم حتى كما يربي أحدكم فلوه اللي هو الفلو الذي هو ابن أو ولد الخيل حتى تكون الصدقة مثل الجبل وحتى يكون هذا الفلو كبيرا صالحا للسباق فلا يسبق هذا فيه الفضل للصدقة والإقراض لله قرضا حسنا النتيجة النتيجة يضاعف لهم من ذا الذي يقرض الله هذا اسم من والنتيجة أو الجزاء أو الجواب يضاعف لهم على البناء للمفعول مستند إلى ما بعده من الجار والمجرور ولهم والمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبة السبعة سنة في كل سنبلة مئة حبة ليس فقط إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف لهم وقوله لهم تأكيد أيضا إلا أنه لا شيء يفوت أو يضيع على الله عز وجل هؤلاء المتصدقين والمتصدقات والمقرضين الله قرضا حسنا ونحن اليوم نرى أن مجالات الإحسان كثيرة سواء في داخل البلاد أو خارجها وآخرها مثلا هذه الهبة من أبناء هذه البلاد ولله الحمد والمن تجاه تجاه كارثة إخوانهم في باكستان في هذه الفيضانات لكن ضبطها أن تكون عن مركز عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فلا يحقر الإنسان قرشا دفع أو هللة دفع مع الدعاء لإخواني المسلم والتشجيع لمثل هذه الحملات التي تكون على مظلة موثوقة ومأمونة وتساندها الدولة والقيادة وإتاحة الفرص للمسلمين أن يضبط نفقاتهم وصدقاتهم من خلال هذه المراكز والمنصات الموثوقة حتى لا تذهب الصدقة من هنا أو هناك في مجالات غير محوكمة ولا منظمة ولا منضبطة بالضوابط الشرعية والنظامية ولهم أي لأولئك المتصدقين والمقرضين أجر كريم أجر كريم زيادة على المضاعفة يضاعف لهم ولهم أجر كريم الله أكبر أي ثواب حسن في الجنة والأجر الكريم لا حدود له فكيف إذا كان من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين الذي عطاياه جزلا ويداه ملآ سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفق بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله الأجر الكريم لاحظ صفة الكرم في هذا الأجر من الكريم الأكرم أكرم الأكرمين جل وعلا وهو الذي يخترن به مع كرمه رضاه مع كرمه في الأجر رضاه وهذا هو الكرم المعنوي أيضا رضاه ورؤية وجهه الكريم وأيضا إقباله على عباده الذين يتصدقون ويقرضونه القرض الحسن ومن حصل له هذا في الدنيا ماذا يريد والله ما ذا إن الدنيا كلها لتسهل وتهون أمام المضاعفة والأجر والكريم والإقبال على الله تبارك وتعالى يضاعف لهم قرأ الجمهور يضاعف لهم بالبناء للمفعول يضاعف لهم وقرأ الأعمش يضاعف لهم من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه لهم على صيغة المعلوم وزيادة الهاء والفاعل ضمير يعود على الله وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعف لهم بالتشديد إذن هذه هذه الثلاث قرأة وقرأة الجمهور يضاعف لهم ومعنى الآيات في فضل الصدق إن المصدقين والمصدقات المتصدقين والمتصدقات أو الصادقين والصادقات ولكن المعنى ولكن المعنى بالصدق والمتصدقين أبلغ من الصدق فقط لأن الصدقة تدل على الصدق والتصدق فتصدق يوم أن صدق بأموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل لا يريدون جزاء ولا شكورا يضاعف لهم يضاعف الله لهم ثواب إنفاقهم فيقابل الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف ذلك إلى سبعمائة ضعف ولهم ثواب جزيل ومرجع صالح في الأولى والعقبى هداية الآيات يا الله يا شباب يا الله يا طلبة العلم إن المصدقين ولحظ إن إن جاءت للتأكيد أيضا شفنوع عن التأكيد فيها الآية كثيرة إن التشديد المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرض الحسن يضاعف يضاعف لهم ولهم لهم ولهم أجر كريم من عند الكريم الأقر إذن الفائدة الأولى والهداية والهداية الأولى فضل الصدق أعتبر هذا فضل الصدق بعمومه وأيضا أن تكون خالصة ولوجه الله عز وجل وهل تكون سرا أو علنا هذا ينظر فيه إلى الحال إلى الحال فيوم أن جاء وفد مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن ترهم شدة ولأواء دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق وكذلك لما كان في جيش العسرة وهكذا في مواقف أحيانا يكون العلن فيه اقتداء ومثله الحملات العام فلا بأس أن لسان يعلن تبرعه بكذا ليقتدي به الناس وليكون هناك دعم وتحفيز وتشجيع لأن يقبل الناس فجاء الصحابة هذا بصاع بره وهذا بصاع شعيره وهذا بصاع تمره وهذا وهذا حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم إذا كان في صدقة السر فهي أبلغ لكن إن دعت الحاجة كما في كوارث عامة فالنسان يسهم ليكون قدوة وليشجع إخوانه المسلمين والنية والمدار على القلب وتعلقه بالله عز وجل نعم فضل الصدقة فضل المتصدقات من النساء تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكم فضل الصدق على قراءة إن المصدقين والمصدقات الفرق بين الصدقة هو القرض الحث على القرض الحسن الصدق الصدق بعمومها والقرض الحسن الذي يكون فيه إحسان للعباد وفيه أيضا تبرع لوجه الله عز وجل في قرض حسن ولا لابد في القرض أن يكون حسنا والصدقة أن تكون حسنا فليس فيها إذلال ولا من ولا رياء ولا سمعة ولا القرض أو الصدقة من الردي أو من الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وكذلك الصدقة تكون لشخص يستحق الصدقة هذا القرض الحسن تصدق على من يتعامل بالمخدرات حتى لو تسول ولهذا نحن بهذه المناسبة نؤكد على أن الصدقة ومجال القرض ينبغي أن يتحرى فيه الإنسان أن يكون قرضا حسنا وعلى رجل يستحق الإحسان أو على بيت أو في كارثة عامة تستحق أن نبذل منها إحساننا أو أن نتصدق على أمر محرم أو على أمر يضر الدين ويضر العباد ويضر الأوطان والبلاد فهذا لا يجوز حتى لو ظهر أنه قرض أو أعطي هؤلاء المتسولين الذين لا أعرف عنهم ولهذا يجب أن نتعاون مع الجهات المعنية في أننا نضبط صدقاتنا وقرضنا وإعطاءنا لمن يستحقه والجهات ولله الحمد والمنها الموثوقة معروفة والمنصات واضحة ودلالاتها وأرقامها والإعلان عنها أمر واضح بحمد الله ويجه أن نقف صفا واحدا أمام مظاهرة التسول التي قد يدخلها أناس ليسوا مستحقين وثبت ثبت إما كذبوا بعضك بعضهم وكثير منهم أو أنها متاجرة أصبحت متاجرة وشركات وأيضا والعياذ بالله شبكات أو يكون فيها دعم للإرهاب أو للمخدرات أو لجهات غير موثوقة تضر البلاد والعباد فيجب على المسلم أن يتقي الله فيما يبدله ويخرج الصدقة والقرض بأن يكون حسنا ليتحقق له الأجر فضل الصدقة المضاعفة عظيم أجر المتصدق يضاعف لهم وأن كرم الله لا يتناهى سبحانه فهو الكريم الجواد وله أجر وصفة الأجر أنه كريم لا حدود له وسواء كان هذا الكرم حسيا أو معنويا بإقبال الله جل وعلا على عبده وتذليله أموره وتسهيله لأمره وبركة الله عز وجل لهذا العبد في عمره وماله وحياته وذريته كما أحسن إلى الله بالقرض الحسن وإلا الله غني الله غني عن إقراض نحن نقرض أنفسنا لك شوف التعبير الله أكبر من ذا الذي يقرض الله أنت إذا أقرضت عبد الله أقرضت ربه قرضا حسن فأبشر بالأجر وإذا أقرضت مسلما أو إنسانا أو حتى خلقا من خلق الله الذي أحسن إلى الكلب وسقاه قال فغفر الله له ورحمه أو كما ورد فهكذا حتى المخلوقات حتى النبات حتى البهائم الإنسانية في إسلامنا وشريعتنا لا حدود له فهذا الأمر أمر مهم ينبغي أن نتنبه له الناس وهم يقومون بهذه الأعمال الجليلة لعلنا نقف عند هذا القدر الحديث الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا المصنف رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام وفي باب المواقيت لا زال الحديث عن مواقيت الصلاة ولهذا جاء بهذا الحديث الخامس أو السادس في الباب في تأخير الصلاة عن وقتها حكم تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان لعذر أو لغير عذر وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في إحدى الحالات والمناسبات وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حيث أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى غابت الشمس وفي لفظ مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يعني عن موقتها عن ميقاتها عن وقتها حتى حمرت الشمس أو صفرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقلوبهم نارا الحديث في الصحيحين لكن حديث علي في البخاري ومسلم واللفظ الآخر شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلىها ما بين المغرب والعشاء هذا لفظ مسلم والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم فقط وليس عند البخار المعنى الإجمالي أن الإنسان يجب عليه أن يراعي أوقات الصلوات يصلي الصلوات في وقتها اللي عرفناه سابقا في الأحاديث الخمسة هي السابقة أن الظهر عند زوال الشمس العصر حين ما يكون يعني مقدار الظل مثلي الإنسان والمغرب عند غروب الشمس والعشاء عند غياب الشفق والفجر متى الفجر؟ بغلس أو بالإسفار على خلاف أهل العلم المعروف وإن كان المعروف بغلس وهو الأشهر والأرجح الآن لو أخر الإنسان صلاح الظهر عن الزوال المغرب عن الغروب العشاء إلى بعد منتصف الليل الفجر إلى أن طلعت الشمس طلعت الشمس ما الحكم؟ الحكم إن كان هذا لعذر وهو غير مريض ولا مسافر أو وهو مريض أو مسافر فإنه معذور لكن يجله أن يجمع الصلاتين ولا يؤخرها حتى ينقضي وقتها حتى المريض في المغرب قصدي في الفجر في الفجر أما المغرب والعشاء فيجوز فيها الجم التقديم أو التأخير والظهر والعصر يجوز فيها التقديم أو التأخير وينظر الإنسان في حاله الأرفق به أو ما يكون بإمكانه أن يصليه في وقت هو وقت إحداهما أما إذا كان مريضا أو مسافرا فله الجمع وللمسافر الجمع والقصر إذا كان في الطريق أو أقام في بلد أقل من أربعة أيام إذا جلس أربعة أيام فأقل فله القصر وهل يجمع ألا ويجمع خلاف الأفضل لكن لو جمع فلا حرج عليه إن شاء الله فشغل المشركون النبي هل في أحد أحرص من النبي على الصلوات وعلى أوقاتها أبدا ولهذا مع هذا حصل له فوات الوقت لكنه لشغل لعذر شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاصروا المدينة في غزوة الخندق ورابط الصحابة في الغزوة فلم يتمكنوا ويشغلوا مرت عليهم العصر ولم ينتبهوا لها ما أدركوا إلا الشمس غربت فيصلون من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لكن لا يتعمد بمعنى أنه ينام دائم ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس يثبت الساعة على الدوام لكن ما يثبتها على صلاة الفجر أو هكذا بعض الناس الذين يتساهلون الأولى في الصلاة أن تؤدى أول ما يحين وقتها وعجلت إليك رب لترضى واليوم الأذان هو الذي وصلاة الجماعة هي التي تضبط أوقات الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فلم يصليها إلا بعد الغروب حينما ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها ويقاس على من شغل عنها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنه يصليها متى ما ذكرها حتى في غير وقتها ولا يؤخرها بعض الناس إذا نام عن صلاة العصر اليوم مثلا الثلاثة يحسب ما يصليها إلا في عصر الأربعة في أنتظر بكرة العصر يصليها مع عصر الثلاثة لا فليصليها إذا ذكرها وإذا حصل في وقت المغرب هل يصليها قبل الصلاة التي حان وقتها نعم على قول من قال بالترتيب لكن من لم يقل بالترتيب أو ما ذكرها إلا بعد المغرب فلا حاجة هي يحيد المغرب ويصليها قضاء يصلي العصر قضاء حتى بعد المغرب النبي صلى الله عليه وسلم لخطور التأخير الصلاة على وقتها وإشغال الكفار له دعا عليهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطة وهذا فيه جواز الدعاء على من آذى المسلمين وعلى من شغلهم عن أوقات صلواتهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أن شغلوها شغلوه عن الصلوات وشغلوه عن أفضل الصلوات وهي صلاة العصر الصلاة الوسطى سماها الصلاة الوسطى كما قال الله أو ثالث الغزوات بدر وأحد ثم الخندق والخندق كلمة فارسية لكنها معربة لا فارسية لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق أي حفرة في الأرض تكون بين المسلمين وأعدائهم والخندق أطلقت على اسم الغزوة والغزوة هي يوم الأحزاب وأنزل فيها السورة العظيمة سورة الأحزاب وقعت في السنة الرابعة من الهجرة وقيل في السنة الخامسة حفر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحفرة العظيمة وهذا الخندق هو والصحابة وهو محيط بشمال المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية وهو مشورة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه شغلون عن الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في تحديدها على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة أقوال أنها أوسط الصلوات مقدارا والثاني أوسطها محلا والثالث أفضلها وهو الصحيح وأوسط الشيء أفضله ومنه الوسطية قال أوسطهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا مفضلين وسمية الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجرا ولهذا خصت بالمحافظة عليها والوعيد الشديد على من تركها من ترك صلاة العصر فكأنما وُتر أهله وماله أو وُتر أهله وماله أي خسر أهله وماله قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ الله قبورهم وبيوتهم الدعاء عليهم بين مكان دفنهم بعد الموت وبين مكان حياتهم قبل الموت قبل الموت في بيوتهم وبعد الموت في قبورهم فلما حصل من الكفار ما حصل من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر ناسب أن يدعو عليهم هذا الدعاء المغلّو أن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وفي رواية مسلم حش الله من الحشو أجوافهم بمعنى ملأ الله بطونهم والحشو يكون بكثرة وتراكم من قال من العلماء بقي دقائق حتى بس أكمل المراد بالصلاة الوسطى أوسطها أفضلها ومنهم من قال أوسطها مقدارا ماذا معنى مقدارا صلاة الظهر كم ركعة أربع وصلاة العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتين فتصير العصر هي الوسطى بين الثنتين وأربع الظهر وبين المغرب والعشاء الأربع فأوسطها محلا هو صلاة العصر وأوسطها محلا لأنها بين صلاتين صلاتين بين صلاتين صلاتين صلاة الفجر والظهر وصلاة المغرب والعشاء وبعضهم يقول إنها صلاة الفجر قال هي صلاة الوسطى لأنها بين وسط الليل والنهار وبعضهم قال الظهر لأنها جاءت وسط النهار وبعضهم قال المغرب بدليل أن أول صلاة فرضت صلاة الظهر فكانت الوسطى المغرب ومنهم من قال العشاء لأنها بين صلاتين لا تقصراني المغرب والفجر ومن قال الوسطى الفضل ومن قال المحل فالحقيقة يظل أن تكون صلاة العصر هي الأقوى وهو المعتمد وهو الذي على جمهور المفسرين رحمهم الله ودلت عليه الأحاديث الصحيعة ومع ذلك فهو قول مرجوح سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة لما صلىها صلاة الخوف ولك إذا ما يرد هذا السؤال يرد الجواب أن هذه الحادثة جاءت قبل شرعية صلاة الخوف ولك كان بإمكانها أن يصلي النبي صلى الله بالصحابة ركعتين ركعتين كصلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك الآيات جاء عند أحمد في المسند وذلك قبل أن ينزل عليه في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا قال الإمام النووي وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربة الشمس فكان قبل نزول آية الخوف وهذا بطل بطل الإشكال أو حل الإشكال طيب وسبب التأخير لها أن النبي أخرها هل شغله الكفار أو نسيها أو كان في خوف أو ماذا أو الاشتغال بأمر العدو وأخذ الأهبة والاستعداد لأنه لو صلى بهم قد يتمكن العدو ولم يكن صفة صلاة الخوف في أخذ الحذر وأخذ الأسلحة وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذه لم تكن استبانة للصحابة رضي الله عنها أو أنه أخرها عمدا اشتغالا بالعدو من باب تقديم أعلى المصالح على المصلحة القاصرة أو المصلحة الدنيا أو درء أعلى المفسدتين وهو عداوة الكفار وهزيمتهم للمسلمين أما الصلاة فيبينك وبين الله قد تؤديها فيما بعد فالمصلحة الأعلى ولهذا الآن خذ مثال رجال الأمن مثلا أحيانا قد لا يصلون لأنهم يقومون بالحراسة والحراسة لمصلحة عموم المسلمين والحفاظ على أمنهم أفضل من المصلحة القاصرة الصلاة التي يصليها لنفسه يصليها بعد ذلك على يعني بعد انتهاء الجماعة وهكذا في للمرابطين والأهم الآن شرعت صلاة الخوف شرعت صلاة الخوف بالنسبة للمرابطين وكان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عذر وهكذا قال القاضي عياض أن النبي أخرها قصدا وصلاة الخوف ناسخة وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي المسلم صلاة الخوف على حسب حال طيب إذا فاتت صلاة العصر متى يصليها يصليها قبل المغرب إن تمكن وإن لم يتمكن بمعنى أن الحصار أو الخوف أو النسيان أو الانشغال بأمر ومنه أيضا صلاة المريض وصلاة المسافر كله حين يدخل العملية يدخل العملية قبل الظهر نقول متى تصلي إنت بتخرج قبل العصر اجمعها جمع تأخير وهكذا يوازي المسلم صلواته بحيث لا يؤخرها وهذا بناء على القول بالترتيب يصلي العصر قبل أن يدخل وقت المغرب أو يصلي الفرض قبل أن يدخل الوقت الثاني وهذا يدل على أن ترتيب الفوائد واجب لا بد فيه من مراعاة الترتيب والقول الثاني أنه لا يلزم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث علي وعند مسلم صلىها بين المغرب والإشاء دليل على أن الشدة والنسيان والذهول والاستعداد استمر حتى دخل وقت المغرب فيصلي فيصلي العصر لو بعد المغرب لا بأس في هذا إن شاء الله وهذا هو الجمع بين الأدلة ويدل عليه ما أخرجه الشيخان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وادي في المدينة وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وهذا دليل على أنه يصلي العصر ولو بعد دخول وقت المغرب وهو الراجح النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث دعى على الكفار فما حكم الدعاء على الكفار الجواب الجواب الدعاء على الكفار الدعاء على الكفار نوعان يختلف باختلاف موقف الكفار الكافر المحارب المعادي المحتل مثلا الذي يسوء المسلمين سوء العذاب ولا يفتر في النيل منهم والكيد لهم فهو محارب لهم هذا يدعى عليه وقد جاء النبي وقد جاء في السنة بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على بعض الكفار الذين قتلوا الذين قتلوا القراء فهؤلاء محاربون فهؤلاء يدعى عليه إذن الكفار لهم أحوال ونحن دائما نسمع فيه منذ وجدنا اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل للشركة والمشركين فالدعاء عليهم بعمومه سائغ وجائز ولكنه يكون على المحاربين منهم اللهم عليك بالكفار الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك أو يحصل مثلا مقتل لهم منهم للمسلمين فهنا يدعى عليهم بأعيانهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طوائف من الكفار على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في دعاء القنوت اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنية يوسف لأنهم حاربوا وآذوا ونكلوا بالمسلمين فهنا يدعى على المحاربين هذه حال الحال الثانية الكاثر المسال هذا لا يدعى عليه وهذا اليوم أغلب ما عليه الكفار من أهل الكتاب ومن غيره إما بجهل منهم أو كذا فالأصل في الإنسان أنه إنسان يدعى له بالهداية يبين له حقائق الدين وقيمه فيدخل عليه ولا يدعى على الكافر بعينه المعين لا يدعى على الكافر المعين حتى ولو حارب فالنبي ما دعى على أبي جهل ولا على الوليد ولا على يعني أحد من الكفار بعينه بل كان يدعو عليهم عموما وهذا مذهب أهل العلم والتعليل لأنه قد يسلم قد يهديه الله قد يختم له بالإيمان ولعنك إياه أو الدعاء عليه طرد له من رحمة الله ورحمة الله لا يملكها إلا هو لسنا أوصياء على رحمة الله أو دعاة على الناس كلهم ندخل هذا في الجنة وندخل هذا في النار بل نسأل الله لهم الهداية ولأنه الله عز وجل ذكر اللعنة بالموت على الكفر إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِي أَمَّا الدُّعَاءُ عَلَى الْكُلْ أَوَ الدُّعَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ مُسَالِمِهِمْ وَمُعَانِدِهِمْ بِالْهَلَاكِ فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين ولما أن أعداءه والكفار نكلوا به وآذوه قيل له ألا تدعو عليهم قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه يخص المحاربين والمعتدين اللهم عليك بالكفار المعتدين بالكفار المحتلين بالكفار الذين آذوا المؤمنين الذين كذا الذين خصصا أما كلهم فالنبي قال لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم ولأن الله قدر وجوده هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكم دينكم ولي دين فأحمد الله أن هداك للإيمان ولا تعتدي في الدعاء بعض الناس يدعوا الكفار يقول جمد الدماء في عروقهم افعل فيهم لا لا ليس من الرحمة للإنسانية أنك تدعو عليهم بمثل هذا الدعاء الذي فيه اعتداء أدعو الله أن يهديهم أدعو الله أن يهديهم أدعو الله أن يهديهم نسأل الله أن يهديهم للإسلام وإن الله قدر وجودهم وبقاءهم لحكمة إلى أن تقوم الساعة والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لعل الله يريد أن يهديهم بدعائك لهم والدعاء بما قدر الله لهم عدم حصوله اعتداء في الدعاء أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين طيب لسائل أن يقول هذا نوح دعا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الجوار أن نوحا دعا على قومه لما أن لم يحصل منهم أي استجابة ولا أثر وأذن الله بهلاك أهل الأرض وغرقهم قال تعالى وقال نوحا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا بعد أن أعلمه الله أنه سيغرقهم وأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فالدعاء للكفار لا سيما لمن نرجو إسلامه أو يمكن أن نهديه وندله دلالة الإرشاد والبيان فالناس لهم حق على المسلمين في دعوتهم وعدم الدعاء عليهم ولما أن جاء وفد دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عليهم قال قيل له هلكت دوس يا رسول الله قال اللهم أهد دوسا وأأتي بهم اللهم أهد دوسا وأأتي بهم ولما أن الكفار آذوه وفتح الله عليه مكة قال اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فالرسول رحمه فلا يظنن متحذلق أو معنف أو جاهل بسماحة الإسلام وتعايشه ووسطيته واعتداله أن الإسلام جاء بالدعاء على الناس وعلى الكفار فضلا على المسلم لا يدعو على الكافر كيف يدعو على المسلم فلنتنبه أيها الأخوة هذه مسائل دقيقة وتأخذ الناس بعضهم العاطفة وبعضهم يأخذه الغضب أو الحسد أو ما في القلوب أو الشيطان فيدعو على إخوانه المسلمين احرص على أن يكون لسانك دائما وأنت ذا قيم وذا رحمة تدعو للمسلمين بالهداية ولو جاءك من كفار ما جاءك أو جاءك من المسلمين ما جاءك اللهم اغفر لهم اللهم اهدهم وهكذا من الدعوات المباركة لعل الله أن يستجيب دعاءك فيهديهم ويأتي بهم ويغفر لهم فيسلموا ويؤمنوا أو يقوى إيمانهم ويتوبوا عن غيهم الفوائد عناية الإسلام بالصلاة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأوقاتها وتأثر المسلم عند فوات وقتها إذا فات عليك يجب أن تتحسر وأن تندم وأن تبكي وأن تعاهد الله على لا تعود ما تستمر وكثير من السلف والصحابة والصالحين إذا فاته وقت من الصلوات ندم ندما شديدا وفي الحديث دلالة على أهمية صلاة العصر وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والخلاف فيها سائق لكن الراجح فيها أنها صلاة العصر للنص قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما بعدها تأوي بيان أهمية صلاة العصر فهي أفضل الصلوات وأعظمها أجرا وخصة بالمحافظة عليها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى أن من نام عن الصلاة أو نسيها أو ذهل عنها أو شغل عنها يصليها إذا ذكرها قد يشكل عليه إذا قامت صلاة الجماعة فهل يدرك الجماعة أو يصلي الفائتة هو على خير إن صلى الفائتة ولحق ما تمكن من الجماعة فله ذلك وإن أدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام وصلى الفائتة قضاءا فلا حرج إن شاء الله مشروعية قضاء الفوائت في جماعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الفائتة صلاة العصر صلى بهم جماعة وأداها مرتبة العصر ثم المغرب تفصيل القول في الدعاء على الكافرين وأن له أحوال وأن الإنسان لا ينبغي أن تأخذه العاطفة بل ينبغي أن إذا دعا أن يدعو على علم وعلى بينه وأن الغالب من حال الرسول أنه ما دعا إلا على المعتدين فقط وأما سائر منهجه وسنته فهو يدعو لهم بالهداية لأنه رحمة ويدعو لهم بأن يأتي الله بهم وأن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وهذا معنى الإنسانية الأنسنة في هذا الدين أننا نخبر الناس ونشعرهم أننا لسنا نضدهم وإنما الولاء والبراء في التعامل معهم وإلا لكم دينكم ولي دين فيا من هداك الله للإسلام أدعو لمن لم يهدى للإسلام بالهداية وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء على جنسهم الكفار بعمومه فلا بأس إن شاء الله وهو نوع من مدافعتهم والرغبة في زوالي الشر لا سيما المعتدين أما المعين فلا إلا ما ورد فيه النص لأنك لا تعرف ما يختم له وعود نفسك على أن لا تكون لا عانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا وإنما قلب سليم محب للناس محب للمؤمن لإيمانه ومحب للإنسان بإنسانيته رجاء هدايته هذا هو المنهج السليم وتفصيل القول في حالات هذه المسألة ومنها تتبين أن الناس في هذا الطرفان ووسط منهم أهل الغلوب والتطرف والإرهاب الذين يدعون على المسلمين حتى المسلمين وغير المسلمين لا يفرقون بين معين ولا غير معين وكل الناس عندهم من لم يكن على منهجهم وعلى فكرهم وعلى ظلالهم فهو عدوب لهم والعياذ بالله ومنهم أهل الجفاء والتميّع الذين لم يفقهوا الحالات والتفصيل فتساوى الناس عندهم مؤمنهم وكافرهم مقاتلهم ومحاربهم ومسالمهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين شوفوا التفصيل ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا هو الجمع بين الأدلة أيها الإخوة وهذه الحقيقة مظلة أفهام ومزلة أقدام ومنهج السلف الوسطية والاعتدال في هذا المنهج على بيان الحالات مع تعويد النفس على أن يكون المسلم رحمة كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة ونحن اليوم في هذا الخضم من التحديات وأيضا تشويه صورة المسلمين بالإرهاب أو بالجفاء ينبغي علينا أن نبين الموقف الصحيح من غير المسلمين فندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وينبغي أن نحرص على الدعوة باللسان بالبيان بالحجج العقلية والنقلية بالترجمة باللغات أن نبين للناس محاسن ديننا أن نبين لهم الهدايات في هذا الدين وأنه دين الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار والتعايش وندعو إلى الإسلام ندعو إلى الإسلام ونقيم الحجة على غير المسلمين ونبين القيم والأخلاق النبيلة لا سيما نبلو وقيمو وشمائل خير البرية عليه الصلاة والسلام وليت الذين يحتفلون بذكرى مولده في شهر الربيع الأول يحرصون على إحياء سنته والدعوة إلى القيم النبيلة الرحمة العدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى العدل بين الصديق والعدو والقريب والبعيد هذه قيم الإسلام فما أحرانا أن نتحلاها كتب الله لنا ولكم التوفيق وغزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم أصح أحوال المسلمين واحق دماءهم اللهم عليك بأعدائهم المعتدين المحتلين فإنهم لا يعجزونك اللهم أهدي ظال المسلمين إلى الحق واهدي الظالين إلى الحق يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين واحفظ بلاد الحرمين واحفظ بلاد المسلمين أجمعين اللهم وافق إمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة واجزهم خيرا على ما قدموا ويقدمون للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين يا جواد يا كريم اللهم اجعل اجتماعنا هالا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقضي ديوننا ووفقنا لخير الدنيا والآخرة وأصلح نياتنا وذردياتنا إنك خير مسؤول وأكرم مأمول ووفق جنودنا ورجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين منصورين مظفرين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة